والآن مشاهدين الكرام نبقى مع هذه الجولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطع غزة في يومها الثامن والستين بعد المئة نستهل الجولة من صحيفة الجاردين التي نشرت مقالاً للمقررات الخاصة المعنية بالمدافعين على حقوق الإنسان ماري لورول تحت عنوان لا توجد حجج أخلاقية تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل ونقلت الصحيفة عن الكاتبة قولها إنه بينما تواصل إسرائيل اعتمادها بشكل أساسي على الولايات المتحدة في إمدادها بالأسلحة لمواصلة حربها على قطاع غزة تخشى تل أبيب أن تتوسع دائرة الغضب ضدها لسيما ما أعلان دول جديدة عن حظر توريد أسلحة إليها وأكدت الصحيفة أن هناك شهادات صادمة لعائدين من غزة مؤخراً تظهر حجم المعاناة الإنسانية التي يتحملها الفلسطينيون في ظل الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي دخل شهره السادس لا توجد أي حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل دول تدعي احترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وبينت الصحيفة أن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان أكدوا لها أهمية فرض حظر على مثل هذه المبيعات نظراً لأن إسرائيل أثبتت مراراً وتكراراً أنها تستخدم هذه الأسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين وأن أي ادعاءات إسرائيلية بالدفاع عن نفسها هي ادعاءات واهية ولا تتناسب مع الرد على هجمات حماس والآن إلى صحيفة وولستريت جورنال والتي نشرت تقريراً للكاتب تشاو دينجا تحت عنوان في رفح العائلات تستعد للمواجهة النهائية بين إسرائيل وحماس ووفقاً للصحيفة يستعد أكثر من مليون شخص في مدينة رفح جنوبية القطاع للمعركة الحاسمة الأخيرة في الحرب وتتسأل العديد من العائلات عما إذا كان عليها النزوح أو الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار وقالت الصحيفة إن الأسر في رفح تعيش داخل الخيام أو حتى في الشوارع مع القليل من الإمدادات الغذائية والماء كما أنها لا تستطيع الوصول إلى خدمات النظافة والرعاية الصحية المناسبتين ويعاني البعض من صدمة فقدان الأقارب والأصدقاء بعد أكثر من خمسة أشهر من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة وأكدت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية تتعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من زعماء العالم لتقديم خطة إجلاء قابلة للتطبيق قبل إطلاق أي عملية برية أو جوية واسعة النطاق في رفح الكاتب سفي هندلر نشر مقالاً في صحيفة أرس تحت عنوان عزلة إسرائيل تزداد عمقاً وسوءاً وقال الكاتب أن انهيار مكانة إسرائيل عالمياً يجب أن يقضى مضاجع كل إسرائيلية فالمظاهرات في لندن والهجمات على اليهود في جامعات النخوة الأمريكية من قبل المتظاهرين تتحول أكثر فأكثر إلى أن تكون التيار السائد وبحسب الكاتب فإن الاتجاه المتزايد يشير إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دولية خطيرة ستزاد مع مرور الوقت مضحاً أن إطالة أمد الحرب في غزة إلى جانب السياسة التي ينتهجها نتنياهو أدت إلى الانهيار الحالي وقد تؤدي إلى هزيمة دبلوماسية مع استمرار الحرب وتابع الكاتب قوله أن عزلة إسرائيل هي نتيجة مباشرة للعزلة التي فرضها نتنياهو عليها وإلى أن يفرض الإسرائيليون تغييراً سياسياً فعالاً فإن العزلة سوف تتعمق وسوف تصبح الهزيمة أكثر وضوحاً وحسماً بما لا يدعو مجالاً للشك نناقش كل هذه التفاصيل مع ضيفنا من لندن الأستاذ أكرم أن تصل وهل بات لدى إسرائيل خيارات لمواجهة هذه العزلة والتي تتزايد يوماً بعد يوم لنبدأ مما انتهى إلهي بلينكين اليوم بلينكين في اجتماعه ومجلس الحرب الإسرائيلي حذر إسرائيل من العزلة الدولية وبالتالي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها ربماً وضوح أكثر من إسرائيل في رؤية هذه العزلة حبل العزلة يشتد على إسرائيل كندا، بريطانيا، فرنسا، الموقف الفرنسي إلى حد ما الموقف الألماني طبعاً الموقف الروسي والصيني كان واضح وبالتالي نتحدث على الاتحاد الأوروبي مع تزايد الانتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها ووصلت إلى حد الانتقادات جارحة مثلما تحدث رئيس الأغربية الديمقراطية في مسجد الشيوخ الأسبوع الماضي، تشاك تشومر بمعنى أن عزلة إسرائيل الدولية متتواضحة وإسرائيل تعاند تسأل عن الخيارات الإسرائيل لمواجهة هذه العزلة خيار إسرائيل لمواجهة جهة هذه العزلة يعني وقف الحرب على قطاع غزة وإسرائيل لا تريد وقف الحرب على قطاع غزة هي تهدد باجتياح رفاح حتى اليوم باللقاء مع أزيل الخارجية الأمريكي أنه لا خيار إلا اجتياح رفاح وحتى لو الولايات المتحدة الأمريكية والعالم موقف كله أمام اجتياح رفاح لا يمكن إلا أن تجتعح بالحديث عن العملية في رفاح تذهب أكثر نحو عزلة أكرم لو سمحت فيما تعلق بهذا الموضوع والذي تطرقت إليه صحيفة وول سريت جورنال والذي سأل الكاتب في هذا المقال عن مصير العائلات هي تستعد للمواجهة النهائية هل تغادر أم تبقى وتنتظر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هل فعلا يمكن إيجاد حل لتفادي حصول مجازر في رفاح بالتحديد طالما أن إسرائيل مصممة على الدخول أو القيام بجديح بري في رفاح حتى لو لم تحصل على الدعم الأمريكي هل يمكن أن يكون هناك فعلا بداء المنطقية لهذه العملية شوف دعني أقول لك أنه اكتشف بنيمين نتنياهو أنه يستطيع أن يضرب ضربته الأخيرة في وجه بايدن بموضوع رفاح هذا اكتشاف جديد بمعنى أنه نتنياهو غير مستعجل سيدخل على رفاح وربما يتجنب دخول يتجنب إيقاع العدد الذي تخشى منه الولايات المتحدة تخشى بالألف لكنه سيقتل بالمئات إسرائيل ستخيم نقاط تفتيش كما قال نطق باسم الجيش الإسرائيلي ستخيم جزر أمنية بمعنى أنه يحاصرها ويحيط بها الجيش الإسرائيلي في مناطق المواصلة وفي خان يونس بعد أن تنتهي منها إسرائيل ولكن لماذا نتنياهو يصر على دخول رفاح لأن الرئيس الأمريكي طالب أن لا يدخل رفاح هو الآن يوجه لكماته للرئيس الأمريكي وكلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية يصبح نتنياهو أخوه ورئيس الأمريكي أضعف وبالتالي هو يؤخر رفاح حتى تكون قريبة من الانتخابات الأمريكية بمعنى إذا تمت في نيسان أو في آيار القادم أفضل لبن يمين نتنياهو أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أكرم نتابع هذه الجولة الآن وننتقل إلى مجلة The Economist التي نشرت تقريرا تحت عنوان إسرائيل ضعيفة وفشلت في مهمتها بصورة واضحة ورجحت المجلة أن يؤدي فشل المحادثات في وقف إطلاق النار إلى ترك إسرائيل حبيسة المسار الأكثر كآبة حيث العزلة الدولية مشيرة إلى أن إسرائيل فشلت في مهمتها بصورة واضحة وأول وجوه هذا الفشل هو الكارثة الإنسانية التي كان يمكن تجنبها في قطاع غزة وأضافت المجلة أن إسرائيل فشلت أيضا في الداخل بحيث أدت الخلافات الداخلية إلى ترجيح كفة اليمين المتطرف وهو ما بدأ جاليا قبل السابع من أكتوبر في الصراع بشأن التعديلات القضائية قبل أن تأتي الحرب وتفاقم المخاطر وتطرقت المجلة إلى فشل إسرائيلي آخر متمثلا في الدبلوماسية الخرقاء حيث كان الغضب من الحرب أمرا لا مفر منه وخصوصا في الجنوب العالمي لكن أداء إسرائيل كان سيئا في مواجهة ذلك الغضب مؤكدة أن الحرب القانونية واتهامات الإبادة الجماعية ألحقت الضرر بسمعة إسرائيل أما موقع أكسوس فنشر تقريراً للكاتب أندرو سولندر تحت عنوان نتنياهو سيواجه مقاطعة واسعة نطاق بالكونغرس وقال الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قد يواجه مقاطعة واسعة نطاق من مشرعين تقدميين إذا لب دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي ونقل الموقع عن بعض النواب الديمقراطيين أنهم لن يحضروا كلمة نتنياهو في الكونغرس وبحسب الموقع يرى نواب ديمقراطيون أن نتنياهو شخص سيء وأنهم يشعرون بخيبة أمل إذا الطريقة التي تدار بها حرب إسرائيل على قطاع غزة ووفق مراقبين فإن العديد يشعرون بغضب عار من الحرب التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة حيث يرى البعض أن نتنياهو لا ينبغي أن يذهب إلى الكونغرس بل إلى لهاي في إشارة إلى محكمة العدل الدولية والآن إلى صحيفة جيرزولم بوست التي نشرت تقريرا تحت عنوان دراسة تقول أن 83% من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية تأثرت سلبا جراء الحرب وبحسب الصحيفة كشفت دراسة استقصائية أن الحرب على قطاع غزة أثرت سلبا على نحو 83% من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية وذلك نظرا لغياب الموظفين لخدمتهم كجنود احتياط ووفق الدراسة فإن 35% فقط من المنظمات غير الحكومية طلبت المساعدة من السلطات كما أن العديد من جنود الاحتياط وجدوا أنفسهم في صعوبات مالية جراء الحرب وأكدت الدراسة أن نقص الموارد والتمويل ظل يمثل المشكلة الرئيسية حيث أفاد 21% من المنظمات غير الحكومية من خفاض التمويل الحكومي كما أنهم شكوا من أو اشتكوا من أن البنوك لا تقدم لهم أي مساعدة نعود إلى ضيفنا من لندن السيد أكرم عطلة بداية ما تعليقك على هذه النسبة أو هذه الدراسة التي تقول أن 83% من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية تأثرت سلبا جراء الحرب في غزة هذه الأرقام إلى ماذا تشير؟ هذا صحيح لأن هذه المنظمات هي جزء من المجتمع إسرائيلي في إسرائيل اضطرت لاستحداث موازنة مختلفة حجم المصروفات حجم الأموال تضرر المجتمع الإسرائيلي قطاعات الزراعة في المناطق المحاذرة تزود إسرائيل بالسلة الغذائية الوضع النفسي تحدث عن 300 ألف حوالي في وضع نفسي يحتاجون لرعاية نفسية بين الجنود بالمئات في 350 إعاقة نفسية دائمة ربما تكون بين الجنود بمعنى أنه دخل كل المجتمع الإسرائيلي باقتصاده بوضعه النفسي الوضع الاجتماعي ما بين النازحين من مناطق الغلاف جانب غزة ومناطق الشمال وبالتالي هذه المنظمات الحكمية هي جزء من هذا المجتمع تأثرت بالكليات وأيضا تأثرت بالجزئيات بالجزئيات أنه جزء من تمويل هذه المنظمات كان لديها مشكلة بالتمويل بفضل سواء الأزمة الحكومية أو تمويل بفضل التبرعات التي لم تعد بفضل التراجع الاقتصادي تعتمد جزء كبير من العادة التبرعات والأهم من ذلك أن جزء كبير من الموظفي ومتطوعي هذه المنظمات هم ذهبوا للخدمة العسكرية بمعنى أنه اضطرت هذه المنظمات لأن تعمل بطواخم أقل مع نقص المال مع وضاع نفسي سيئة مع وضاع اقتصادي سيئة بالتأكيد طالت كثير من المنظمات وربما أن الوضع الطبيعي أن تطال كل المنظمات من غريب أنه في 17% من هذه المنظمات لم تتأثر إطلاقا وهذا رقم كبير قياسا بمن يتابع إسرائيل وما يحسب ماذا يجري في إسرائيل وكيف تأثرت كل زاوية من زوايا المجتمع وطبقاته السياسية والاجتماعية والنفسية والعسكرية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الجولة الأستاذ أكرم عطلة الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من لندن